فاحنا عايزين بعد اذنكم كده انا هعمل ايه? يعني ممكن سريعا كده نقول الحاجات المهمة او شرح سريع على الوحدة الاولى والوحدة التانية شرح سريع وبعد كده ان شاء الله بكرا نكمل المناج. يعني النهاردة ممكن ناخد تلات وحدات وبكرا ان شاء الله نكمل المناج بتاعنا. الصوت عندي واضح خالص اوه? انتو اللي ممكن الصوت عندكم مش واضح مش عارب بقى? اللي مش مششغل المايك ولا حاجة عنده? بسم الله الرحيم. المادة زي ما انتم عارفين ادارة واحد. مادة ادارة واحد. طبعا المادة دي مادة كلها نظري. المادة كلها نظر يا شباب. المادة بتنقسم لجزئين. الجزء الاول مع دكتور ايمان عشوش. والجزء التاني مع دكتور انفيسة بشري. المادة عبارة عن سبع وحدات. المادة عبارة عن سبع وحدات. يا الصورة واضحة كده هوا يسموا الصوت? اه تمام يا دو. ايه لا لا مفيش مشكلة. عادي. مش هيزولهم يعني? انا فاهمين عربي لما نختارهم يونجل التدور. ماشي. اه حضرتك اضبط على واتنزله على الايميل ولا حضرتك مش حابة تسجلهم حضرتك? لا المفروض تتسجل يعني اضغط خلات تسجل عنده بس انا مشكلة ماشي اضغط اضغط. طيب مفيش مشكلة او سي. طيب ركزوا معايا يا شباب كده. انا عندي الملك كام واحدة سبع وحدات. باذن الله تعالى. اللي هيركز معايا. باذن الله. كل يدوز جوء ايت يا جماعة. كل يدوز جوء ايت. باذن الله يا شباب. اللي هيركز معايا ان شاء الله يا رب. اضمن لك امتياز. المادة مش سهلة. المادة طويلة. والمادة تقيلة. يعني بلاش تاخد المادة على انها مادة بسيطة. المادة ناس كتير بتشيلها على فكرة. بس باذن الله. اللي هيركز معايا. وهيفهم كويس. باذن الله هتلاقي الموضوع بسيط جدا وسهل جدا ان شاء الله. المادة زي ما قلت لكم عبارة عن سبع وحدات. طول ما انا بشرح امتحانك ان شاء الله جاي بابل الشيت. وكلمة بابل الشيت دي. يعني صح وغلط واختيارات. فالموضوع سهل جدا ان شاء الله. مش محتاج منك صعوبة في المذاكرة ولا حاجة. كل اللي انا طالبه منك بس لما اديك معلومة تبقى مركز في المعلومة. تفهم المعلومة صح. يا ما طلبك كتير جدا بتحضر وبتدخل ابتحان ما بتعرفش تحل. مع انهم حاضرين ومع حد كويس. بس مشكلة الطالب انه ما بيركز. لما بديك معلومة ركز. خلي تركيزك وانت بقى كله معايا. بلاش تلعب في اي حاجة جنبيك. بلاش تبقى بتاكل وبتحضر. تبقى فتح التلفزيون وفي مسلسل حلوة ولا فيلم حلو. وانا باتفرج عليه وانا باتفرج على المحاضرة. ازاي يعني. فقد الشيء لا يعطيه. وابو بالين كداب وابو ثلاثة منافق. فانت اركز في حاجة واحدة. وطول ما انا بشرح عاوز عقلك زي الاسفنجة بالزبط. زي الاسفنجة. حاول تمتص المعلومة. زي ما الاسفنجة كده بتمتص المية. انا السبعة وحدات دول. اول وحدة عندي اسمها مفاهيم اساسية في الادارة. مفاهيم اساسية في الادارة. الوحدة التانية اسمها تطور الفكر الاداري. الوحدة التالتة اسمها الاشكال القانونية للمنظمات. الوحدة الرابعة اسمها وظيفة التخطيط. الوحدة الخامسة اسمها وظيفة التوجيه. الوحدة الستة اسمها وظيفة تخطيط تنظيم. تنظيم. توجيه. واخر الوحدة السبعة اسمها وظيفة الرقابة يبقى أنت عندك كم وحدة في المنهج عندك سبع وحدات أهم أربع وحدات في المنهج وهم اللي علون مشكلة آخر أربع وحدات وظيفة التخطيط وظيفة التنظيم وظيفة التوجيه وآخر وظيفة اسمها وظيفة الرقابة الأربع وظائف دول إحنا بنسمهم كده وظائف المدير وظائف المدير أو برضو بنسميهم كده وظائف الإدارة وظائف المدير أو وظائف الإدارة خلاص يا شباب؟ طيب أرجع قول تاني إحنا ممكن ناخد الثلاثة وحدات دول بس أنا شايف إن إحنا يعني شرحناهم بما فيك كفاية وإنتوا تقريباً مذكرينهم يعني فأنا رأيي شخصي ممكن نبدأ بالوحدة الرابعة ناخد الرابعة والخمسة والستة والسبعة لأن دول أهم أربع وحدات عندي في المنهج آه كله بيجي على امتحانات مش هقولك لأ بس الأربع وحدات دول تقال شوية سواء أنا بس أدخل للأستاذ عصام صاحب اللينك هما السبع وحدات دول أنا ممكن النهاردة بإذن الله ما فيش مشكلة بالنسبة لي لو اليوم حتى ضاح في الثلاثة وحدات دول ممكن ناخد الثلاثة وحدات دول كشرح سريع جداً مع حل امتحانات ولا تحبوا يا جماعة أنتوا عملت إفروا عليها ليه بس طيب بصوا يا جماعة عشان بس الناس تبقى فاهمة تحبوا نخلص التلات وحدات دول وبعدين نخش على واحدة الرابعة المرة الجاية بكرة ولا ندخم من النهاردة على واحدة الرابعة على طول إيه رأيكم الناس حتى تكتب على الشات مش مشكلة هيبقى فيه اختلاف أكيد يعني الناس اللي مذاكرة هتقولك من الرابعة الناس اللي مش مذاكرة هتقولك من الأولى طيب طيب صلوا على النب صلوا على النب بس كفاء بس بس نهدى مع بعض نهدى خالص نهدى اكتبوش تاني أنا هعمل اقتراح جميل قوي هعمل سيبقى أوسامة تسجيل شغال زي ما هو هعمل اقتراح جميل جدا يا جماعة بما إن بما إن التلات وحدات دول هما مقدمة للأربع وحدات دول لأن مادة إدارة واحد ما هي إلا تخطيط تنظيم توجيه رقابة فأنا هديكم الحاجات اللي هنا تخدم على الحاجات اللي هنا زي إيه مثلا كده يبقى إحنا كده اتفقنا مع بعض شوات حاجات خفيفة كده اللي هي لازم نحتاجها فين اللي هي بنحتاجها في الوحدة الرابعة والخمسة والستة والسبعة زي إيه مثلا كده يا شباب الوحدة الأولى على سبيل المثال الوحدة الأولى على سبيل المثال هناخد فيها حاجة اسمها المستويات الإدارية المستويات الإدارية أنا عندي في أي شركة في الدنيا تلات مستويات إدارية تلات مستويات إدارية عشان نبقى متفقين احنا ناخد دلوقتي الحاجات اللي هتخدم على آخر أربع وحدات أول حاجة بتخدم على وحدات اللي بعد كده حاجة اسمها المستويات الإدارية هم تلات مستويات مستوى الإدارة العليا مستوى الإدارة الوسطى مستوى الإدارة المباشرة أو بسمها كده التنفيزية إدارة عليا إدارة وسطى إدارة مباشرة أو تنفيزية خلاص يا شباب ده بنسميه كده الهرم الإداري الهرم الإداري يبقى أنت لو دخلت أي شركة في الدنيا إذا سمحت هتلاقي عندك تلات مستويات مستوى الإدارة العليا مستوى الإدارة الوسطى مستوى الإدارة المباشرة أصلحنا ربنا خلقنا طبقات ربنا خلقنا طبقات فلما تدخل أي شركة لازم تلاها فى دارة علياء فيها مجلس الإدارة والعضوا المنتدب ومدير عام الشركة تنزل تحت شوية بتلاها الإدارة الوسطى الإدارة الوسطى اللي هي فى مين اللي هي فى مثلا رئيس وردية ملاحظ مشرف تمام الإدارة المباشرة مش العمال الإدارة المباشرة مش العمال عمال الإدارة المباشرة ملاحظ مشرف رئيس وردية الإدارة الوسطى فيها مدير إدارة أو رئيس قسم مدير إدارة أو رئيس قسم لكن الإدارة المباشرة هتلاقي فيها ملاحظ مشرف رئيس وردية خلاص يا شباب ده كده بالنسبة لأول حاجة لازم تكون عارفها في الوحدة الأولى حاجة اسمها المستويات الإيه المستويات الإدارية طيب الوحدة التانية فيه معلومة برضو لازم تبقى عارفها علشان هتخدملي على الوحدات اللي بعد كده حاجة اسمها المدارس الفكرية دي في الوحدة التانية الوحدة التانية المدرس الفكرية عندي كم مدرسة فكرية؟ عندي تلاتة المدرسة التقليدية أو بيسموها كده الكلاسيكية وعند حاجة اسمها المدرسة الإنسانية أو بيسموها كده السلوكية والمدرسة التالتة اسمها مدرسة علم الإدارة مدرسة علم الإدارة المدرسة التقليدية أو الكلاسيكية كانت بتتعامل كانت بتتعامل مع البشر باعتبرهم آلات زيهم زي الآلات بالزبط وكانت بتعتبر العامل كسول بطبعه انت قال يا ابني انت قال المدرسة الكلاسيكية والتقليدية دي كانت بتتعامل مع البشر أو مع العمال على أنهم آلات والإنسان أو العامل ده كسول بطبعه لا ينتظر منه عائد لكن المدرسة السلوكية كانت بتتعامل مع تتعامل مع العمال على أنهم إيه؟ لهم روح معنوية ولازم يكون لهم حاجة اسمها علاقات إنسانية دول بشر خلاص الشباب يبقى احنا كده فيمنا الفرق بالمدرسة الكلاسيكية التقليدية والمدرسة الإنسانية الكلاسيكية أو التقليدية كانت بتتعامل مع الإنسان أو البشر أو العمال على أنهم إيه آلات وقالت لك العامل ده هو يترس في آله وهو كسول بطبعه عايز قربهج علشان يشتغل لكن المدرسة السلوكية أو الإنسانية قارت لك البشر دول أو العمال دول لازم أتعامل معهم بيروح معنوية وحاجة اسمها علاقات إنسانية وحاجة اسمها علاقات إيه؟ علاقات إنسانية بس سيبك من الوحدة التالتة يبقى احنا كده دلوقت خدنا في الوحدة التانية حاجة اسمها المستوىات الإدارية كان مستوى قداري تلاتة وخدنا في الوحدة التانية خدنا المدرسة الفكرية مدرسة الكلاسيكية أو التقليدية مدرسة العلوم الإنسانية هنا كده هنقف. ندخل بقى على الوحدة الرابعة. ومن بكرة ان شاء الله هبدأ لكم بالوحدة الاولى. بس انا الحتة دي بتاع المستوات الادارية. والمدارس الفكرية كان لازم تعرفهم علشان هقولهم قدام شوية. ما عرفش اللي عمالي قوله ما في الصوت ده ما في الصوت ازاي يعني. الصوت كويس جدا انا سامي حضرك. طيب اه. هو مين اللي بيتكلمس لعصام ولا مين? ايه يا دكتور معي. ايه طب ما معرفتش برضو موضوع الترجمة ده وصح اصام. وانا انا دلوقتي داخل ومش شايف اي ترجمة عندي. لا ده اهي ده ايه ده انت نفس الكلامك بيتترجم. وانا كلامي بيتترجم. لو تحب نخرج وانا دخل تاني اللي يعجبك. المهم بس الترجمة ده عشان بتشيل للصورة خالص. عشان الناس يعني الناس ما تفصلش من المحاضرة. انا هان شاء الله عملها وانت شغالها. طيب. تعالوا نبدأ يا شبابك ده بسم الله عمر رحيم. نبدأ بالوحدة الرابعة. والوحدة الرابعة دي وحدة لذيذة. بس ايه بقى? احنا كده بدأنا بالتقيل. بدأنا بالتقيل. فالناس تركز معايا. بسم الله عمر رحيم. الوحدة الرابعة يا شباب بتتكلم عن حاجة اسمها وظيفة التخطيط. وظيفة التخطيط. بداية الحديث كده مع بعض ان شاء الله هقولك ان انا عندي اربع وظائف للمدير. كم وظيفة؟ اربعة. ما قلتش خمسة. ما قلتش تلاتة. اما اللي قلت كم وظيفة؟ اربعة. يعني ما ينفحش يبقوا خمسة؟ لا. ما ينفحش يبقوا تلاتة؟ لا. اما اللي اما كام؟ اربع وظائف. اللي اربع وظائف دول يا رجالة تحفظهم زي اسمك. تنسى اسمك وتحفظهم. وظيفة التخطيط. وظيفة التنظيم. وظيفة التوجيه. وظيفة الرقابة. وتحفظهم بالترتيب. يا عم الحج بالترتيب ازاي؟ هو لازم يعني اه. انا محمد سعيد. انا محمد سعيد. اعوذوا بالله من كلمة انا. انا راجل مدير في شركة. انا راجل ايه؟ مدير في شركة. بتقوم بكم وظيفة عم محمد. بقوم باربع وظائف. مجتمعة. ما ينفحش اقوم بوظيفة واحدة. ولا اتنين. ولا تلاتة. لازم اقوم بالكام. بالاربع وظائف. يعني ولازم اقوم بالاربع. اه. طب محمد سعيد لو قام بوظيفة التخطيط بس. يبقى محمد سعيد ربع مدير. انا بحب اشرحها كده علشان بتخلي الطلب يفهمها قوي. لو انا خططت بس ابقى ربع مدير. طب لو محمد سعيد خطط ونظم. يبقى نص مدير. طب لو محمد سعيد خطط ونظم ووجه. يبقى تلاتة اربع مدير. طب لو محمد سعيد خطط ونظم ووجه ورائب. اذا انا مدير. طب السؤال هو محمد سعيد ده في انهي مستوى داري. محمد سعيد ده في انهي مستوى داري يا شباب. في المستوى الإدارة العليا وللإدارة الوسطى وللإدارة المباشرة أيًا كان أيًا كان سواء عليا وسطى مباشرة مش فرق معايا لا ما تقوليش عليا ما تقوليش عليا لو محمد سعيد في الإدارة العليا بيقوم بكم وظيفة يا شباب باربع وظائف طب لو محمد سعيد في الإدارة الوسطى هيقوم بكم وظيفة برضو بالاربع وظائف كلام جميل قوي طب لو محمد سعيد في الإدارة المباشرة يعني رئيس وردية ملاحظ مشرف يبقى برضو هيبقى إيه هيبقى يقوم بالأربع وظائف أنا متهيلي كده الترجمة رحت ولا إيه يا شباب متهيلي كده الترجمة رحت صح طب الحمد لله جزاك الله خير وصحة صام الله يا أخي مش عارف أقولك إيه والله يا أخي ربنا يا كريمك وحفظك يا رب ربنا يا كريمك وحفظك يا رب شكرين جدا أنا سعي سواء جزاك الله خيرا خلاص يا شباب يبقى أنا عندي دولاتي بعد إذنكم إدارة عليا إدارة وسطة إدارة مباشرة محمد سعيد فعني إدارة من دول أي مكان مش فرق معايا في الإدارة العليا في الوسطة في المباشرة بيقوم بكام وظيفة محمد بين الأربع وظائف تمام طيب بصوا بقى قبل ما أبدأ في وظيفة التخطيط اللي هي الوظيفة الرابعة الوحدة الرابعة تعالوا نتكلم كلمتين كده على الماشي كده على السخان على كل وظيفة منهم لما نمسك كده أول وظيفة اسمها وظيفة التخطيط وظيفة التخطيط طب محمد سعيد بيخطط يعني بيعمل إيه محادش اكتب على الشات يا شباب مش عاوز أي كتاب على الشات نهائي مش عاوز أي كتاب على الشات نهائي إذا سمحتوا الناس تركز معايا محمد سعيد بيخطط يعني كلمة تخطيط يا شباب يعني محمد سعيد بيحط أهداف بيحط خطط بيعمل حاجة اسمها تنبؤ بالمستقبل تنبؤ بالايه؟ بالمستقبل ده اسمه تخطيط وطبعا التخطيط ده إما يكون تخطيط طويل الأجل أو متوسط الأجل أو قصير الأجل بزمتك كده يا شيخ اللي بيحط التخطيط طويل الأجل مين؟ الإدارة العليا ولا الوسطة ولا المباشرة؟ طبعا اللي بيحط التخطيط طويل الأجل هي الإدارة العليا طب التخطيط متوسط الأجل بيحطه مين؟ الإدارة الوسطة طب التخطيط قصير الأجل بيكون متعلق بمين؟ بالإدارة المباشرة أو التنفيذية يبقى أنا إذا سمحتوا كده عندي ثلاث أنواع من التخطيط طويل الأجل قصير الأجل متوسط الأجل كل مستوى قدري بيحط نوع من التخطيط طب ده بالنسبة للتخطيط بحط أهداف خطة تنبؤ بالمستقبل ووظفت التنظيم بقى محمد سعيد ده بينظم طب يعني بينظم لما قولك محمد سعيد بينظم يعني بيعمل حاجة اسمها ترتيب تنصيق طب يعني إيه برضو يعني بيحدد من يرأس من مش أنا عندي الشركة هو فيها محمد سعيد بس لدي فيها محمد سعيد وإبراهيم وحسن ومحمود ومجدي ويوسف أنا عندي ناس كتيرة جدا هو أي حد يقوم منهم النهاردة كده الصبح يقول أنا هشتغل أي وظيفة هو بمزاجك سيادتك ولا أنت لك وظيفة معينة لا ده أنا ليه وظيفة معينة في الشركة علشان كده التنظيم ده هو اللي بيقولك من يرأس من مين مدير مين خلاص يا شباب مين مدير مين وبيحدد حاجة اسمها سلطة ومسئولية كل شخص طيب وظيفة التوجيه وظيفة التوجيه ورجع يترجم تاني ليه وظيفة التوجيه يعني وظيفة التوجيه بقى قال لك التوجيه ده يعني توجيه المرقوصين نحو تحقيق الهدف توجيه المرقوصين نحو تحقيق الهدف مش أنا محمد سعيد ده مش هو مدير تحت مني مرقوصين أهم تحت مني مرقوصين المرقوصين اللي تحت مني دول محمد سعيد بيوجههم نحو تحقيق الهدف بتاع المنظمة طب الوظيفة الأخيرة اللي محمد سعيد بيعمل إيه بقى محمد سعيد بيعمل حاجة اسمها رقابة بيعمل حاجة اسمها رقابة مش أنا خططت يا شباب في الأول وحططت أهدافه خطط بتجي الرقابة بقى كآخر وظائف المدير تروح أيلالك كده هل ما تم التخطيط له قد تم تنفيذه بالفعل يطرى لأنا خططته في الأول ده يطرى نفسته ولا ما نفستوش خلاص يا شباب دول كده الأربع وظائف بتوقع اوعى تنسى اوعى تنسى إن وظيفة التخطيط دي أنا بقول عليها كده أولى وظائف المدير وظيفة الرقابة أنا بسميها كده آخر وظائف المدير يعني أنا لازم أعرف إن التخطيط هو أول وظيفة للمدير والتنظيم آخر وظيفة للمدير المعلومة دي مهمة جدا لازم تبقى عارفها اوعى تنساها تخطيط أول وظيفة الرقابة آخر إيه؟ آخر وظيفة طب السؤال بقى ممكن يجيلك في الامتحان هو معنى إن الرقابة جت لآخر وظيفة للمدير معنى كده إن هي أقل أهمية أو هي ملهاش لازمة لا مش معنى إن الرقابة جت آخر وظيفة للمدير معنى كده إنها مش مهمة لا بالعكس دي مهمة جدا لكن هي بتجي في الآخر علشان ترائب على الشغل ده كله علشان ترائب على إيه؟ على الشغل ده كله خلاص يا شباب فأي مشكلة في الكلام ده يبقى أنا كده دول الأربع وظائف اللي احنا هدرسهم مع بعض ده المنحك بتاعي تخطيط، تنظيم، توجيه، رقابة عرفنا التخطيط بيعمل إيه؟ ثم التنظيم، ثم التوجيه، ثم الرقابة نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم فأول وظيفة للمدير هي وظيفة الإيه؟ وظيفة التخطيط أول وظيفة نقول كده باسم الله الرحمن الرحيم الوظيفة الأولى وظيفة التخطيط عايزين نركز مع بعض عشان ناخد الكلام كلام المهم كلام اللي بيجي من آخر مش عايزين نوجع قلبنا بيقولك كده التخطيط هو الوظيفة الأولى للمدير التخطيط هو الوظيفة الأولى للمدير والذي يسبق جميع الوظائف ايه يا جميع الوظائف بقى اللي هو التنظيم والتوجيه والركابة الصورة مش واضحة بتقوله ولا ايه عند الجميع يا جماعة الصورة مش واضحة عند الجميع لانا حتى شغال على الباقة ما لين المشكلة يا شباب الصورة مش واضحة يا خلص ما الناس بتقوله زي الفولة ايه يبا انت عندكم الشبكة وحشة عندكم الشبكة وحشة يا شباب طيب خلاص الناس كلها بتقولك الصورة كويسة ايه يلا عايزين نكمل بقى المنك طويل يا شباب الوظيفة الأولى بنسمىها وظيفة التخطيط الوظيفة الأولى بنسمىها وظيفة التخطيط التخطيط ده بنسميه الوظيفة الأولى للمدير شايفينا نأكدت عليها كم مرة واجيلك في الامتحان تروح عاملها غلط تبقى مصبتك سودا التخطيط هو الوظيفة الأولى للمدير والذي تصبق جميع الوظائف الأخرى وبنسمىها كده نقطة البداية وظيفة التخطيط دي بتجيب بتجيب عن أسئلة بنسمىها كده في اللغة العربية احنا عندنا اللغة العربية فيها كم سؤال ماذا ولماذا وكيف ومتى واين هي ده أسرة اللغة العربية نقص لنا واحدة نقص لنا عنام تستفهم واحدة حد نعرفها ماذا ولماذا وكيفة ومتى واين فيه في اللغة العربية عنام تستفهم كمان ما والتهاش ايه هي يا وعدكو بيضة ما درستوش لغة عربية ولا ايه هل ايه ده هل ايه هل دي سكلتكو أمك ايه هل دي يا ادمك كيفة ايه اينما ايه اينما دي ماشي ما علينا ما علينا المهم يعني التخطيط بيجاوب التخطيط بيجاوب عن أسئلة اسمها ماذا ولماذا وكيفة ومتى واين بعد شوية هناخد بعد شوية ده الكلام ده امتى بعد شوية شوية هكتبها فوق اهو بعد شوية هاخد حاجة اسمها وظيفة التنظيم وظيفة التنظيم دي بتجاوب على سؤال اسمه من من يرأس من مين مدير مين اهو فاكرين لما خدتها من شوية قلت لك ايه خدتها انا من شوية لما جيت اشرح لك كده في التنظيم خدت بالك قلت لك انا بعمل حاجة اسمها ترتيب وتنصيق من مدير مين من يرأس من مين مدير مين ايه سرطتك ايه مسئولياتك علشان كده التخطيط بيجاوب لي على اسئلة ماذا افعل لماذا افعل هذا الشيء كيف يتم هذا الشيء متى واين لكن التنظيم بيجاوب لي عن سؤال اسمه من دي حتة كده على هامش السيرة دكتور جابه في سنة من السنين قبل كده قالك كده يجيب التخطيط على السؤال من طبعا الكلام ده غلط وما المين اللي بيجاوب لي على السؤال من هي وظيفة التنظيم لكن التخطيط بيقولك ماذا ولماذا وكيف ومتى واين طب كلام جميل قوي هل التخطيط ده لا يعد التخطيط أحد الإفرازات الحديثة ولا وليد المدرسة التقليدية في الإدارة معلومة تفحة كده مناش أي ستين لازمة جابها في سؤال قبل كده يا طرى التخطيط ده حاجة جديدة ولا احنا من ساعة ما اتخلقنا واحنا بنخطط طبعا الناس اللي مذكرة خدنا حاجة اسمه علم الإدارة وممارسة الإدارة قلتلك الإدارة كعلم ظهرت حديثا من سنة 1911 وقلتلك ممارسة الإدارة منذ خلق الإنسان نفس الكلام برضو التخطيط هل التخطيط ده أحد الإفرازات الحديثة يعني حاجة جديدة ولا حاجة قديمة لا التخطيط ده قديم هل هو وليد المدرسة التقليدية اللي احنا خدناه في الوحدة التانية ما انا قلتلك في الوحدة التانية هديك شوات حاجات انا اديتك بس عرفتك المدارس اهو مش انا قلتلك المدارس الفكرية اول مدرسة عندي اسم المدرسة الايه التقليدية او الكلاسيكية هل التخطيط ظهر مع ظهور المدرسة التقليدية لا أمال التخطيط ده ماليوا شباب التخطيط ده قديم قدم الإنسان يبقى لو جالي سؤال في الامتحان اللي يعد التخطيط أحد الإفرازات الحديثة غلط ومال التخطيط ايه قديم قدم الإنسان قديم قدم الإنسان سؤال برضو جميل قوي يعد التخطيط وظيفة فريدة للإدارة العليا صح والغلط يا شباب التخطيط ده وظيفة فريدة للإدارة العليا السؤال ده بيجيبوا سنة وسنة جابوا السنة اللي فات ممكن ما يجيبوش السنة دي وممكن يجيبوا بقولك يعد التخطيط وظيفة فريدة للإدارة العليا يعني كلمة وظيفة فريدة يعني الإدارة العليا هي بس اللي بتخطط أنا لسه قيللك من شوية هه لسه قيللك مع المقدمة اللي أنا قلتهالك دي ما أنا مش تلميز ما أنا عارف لو كنت بقول leaks مقدمة اللي أنا قلتهالك دي أنا مش تلميز لما قلتهالك لما قلت لك محمد سعيد لو مارس التخطيط بس يبقى ربع مدير مارس التخطيط والتنظيم يبقى نص مدير مارس التخطيط والتنظيم والتوجيه تلاتة ربع مدير مارس الأربعة يبقى مدير فلما جي لك في سؤال زي كده يقول لك يعد التخطيط وظيفة فريدة للإدارة العليا يعني الإدارة العليا بس هي اللي بتخطط طب الإدارة الوسطى ما بتخططش؟ لا بتخطط طب الإدارة اللي مباشرة ما بتخططش لا بتخطط إذن لما يجي لك سؤال في الامتحان يقولك يعد التخطيط وظيفة فريدة للإدارة العليا السؤال ده إيه؟ غلط ما فيش حاجة سموظفة فريدة كلمة وظيفة فريدة يعني هي الإدارة العليا بس اللي بتخطط يبقى غلط طيب عندنا إيه تاني يا شباب أهمية التخطيط وجدوى التخطيط هل التخطيط ده مهم ولا ملهوش ستين لازمة هل التخطيط ده مهم ولا ملهوش لازمة بيقولك التخطيط هو وظيفة حتمية التخطيط وظيفة حتمية لأي منظمة لا يمكن الاستغناء عنها ينفع استغناء عن وظيفة التخطيط يا شباب ينفع الشركة ما تخططش لا فالتخطيط ده وظيفة حتمية لأي منظمة لا يمكن الاستغناء ايه عنها لا يمكن الاستغناء عنها يعني التخطيط طول ما الشركة شغالة هي بتخطط طول ما الشركة شغالة هي بتخطط خلاص يا شباب طيب طبعا احنا خدنا من شوية حاجة اسمها المستويات الإدارية من شوية خدنا حاجة اسمها المستويات الايه؟ الإدارية قلت عندي حاجة اسمها الإدارة العليا والإدارة الوسطى والإدارة المباشرة أو بنسميها التنفيذية وقلنا ده اسمه الهرم الإداري الهرم الإداري السؤال بقى أنا قلت لك التخطيط دي يوجد في عين مستوى إداري يا شباب ردوا علي التخطيط موجود في عين مستوى إداري من دول تبقى عشيات التخطيط موجود في عين مستوى من التلاتة دول كله شوز خليت جاب لك من آخر قال لك كله يعني أنت عايز تقول لي أن الإدارة العليا بتخطط وتنظم وتوجه وترقب يعني عندها تخطيط آه طب الإدارة الوسطى برضو بتخطط وتنظم وتوجه وترقب والإدارة مباشرة بتخطط وتنظم وتوجه وترقب إذن التخطيط موجود في كم مستوى في عين مستوى جماعة في كل المستويات علشان كده لازم تكون عارف هل بنفس المجدر بنفس الجودة بنفس الوقت المستغرق ونفس المجود قال لك لأ يا شباب محدش حادش يكتب عشات كتير طالما سألت سؤاله وانت جربته خلاص كده عشان الناس ما تشتتش كل ما طلعت الفوق كل ما طلعت لفوق كلما صعدنا لأعلى المستوى الإداري بتزيد شايفين بتزيد أهمية والوقت المستغرق والمجهود في التخطيط كل ما طلعت الفوق بتزيد أهمية التخطيط هتقول لش معنى هي انت عايز تقول الإدارة المباشرة ما بتخططش يا باشا مؤتراكش ما بتخططش بتخطط لكن انت هتجيب الإدارة المباشرة ملاحظ ولا مشرف زي رئيس مجلس إدارة فكل ما طلعت الفوق بتزيد وظيفة التخطيط أهمية وظيفة التخطيط وكل ما انخفضنا لأدنى المستوى الإداري كل ما انخفضنا بتقل أهمية التخطيط كلام منطقي بس خد بالك أنا قلت بتقل ما قلتش منعدمة أنا قلت بتقل إذن أقدر أقول لك كده إن التخطيط يعد وظيفة فريدة للإدارة العليا غلط التخطيط مش وظيفة فريدة للإدارة العليا ده كله بيخط بس بيولوجيك كده كل ما اطلع لفوق كل ما اهمية التخطيط بمالها بتزيد طب برضو حاجة جميلة قوي حاجة جميلة قوي قوي الإدارة العليا يا شباب الإدارة العليا بتحط خطط طويلة الأجل ولا متوسطة الأجل ولا قصيرة الأجل قالك الإدارة العليا عم الحج اللي هو رئيس مجلس الإدارة بيحط خطط طويلة الأجل طب الإدارة الوسطى بتحط خطط مالها يعني الخطط طويلة الأجل دي قول مثلا عشر سنين طب الإدارة الوسطى قالك بتحط خطط متوسطة الأجل مثلا ثلاث سنين طب تجي لك بقى الإدارة المباشرة هي برضه بتخطط بتحط خطط قصيرة الأجل يا شباب ما حدش اكتب عشاد بقى لشالناس تركز معايا الإدارة المباشرة بتحط خطط قصيرة الأجل كلام جميل قوي الإدارة العليا دي بتركز على العموميات ولا على التفاصيل حيث دي مهمة جدا أنا كرئيس مجلس إدارة بركز على العموميات الخطوط العريضة ولا على التفاصيل الدقيقة يعني أنت رئيس مجلس إدارة أكيد هتركز على العموميات هو أنا فاضل التفاصيل أنا مش فاضل التفاصيل فبركز على مين على العموميات مش العمليات يا حج اسمها العموميات العموميات طب الإدارة المباشرة يا طرح بتركز على التفاصيل الدقيقة ولا بتركز على العموميات الإدارة المباشرة اللي هو رئيس وردية مشرف ملاحظ طالما مشرف وملاحظ أكيد بيركز على التفاصيل حيث دي مهمة جدا في الامتحان الإدارة العليا مش فاضية أنا مش فضيلك الإدارة العليا مش فضيالك فبتركز على العموميات ما تروحش تدي لرئيس مجلس الإدارة ولا مدير عام الشركة تدي له تقرير عن الشغل في عشر ورقات لا يا باشا نص ورقة تلت سطور لكن الإدارة المباشرة لدي فضية بق ده ملاحظ ده مشرف ده رئيس وردية دي بتركز على مين بتركز على التفاصيل الدقيقة حيث دي مهمة جدا يا شباب مهمة جدا ماشا شباب طيب كده عرفنا علاقة التخطيط بالمستوات الإدارية عرفنا علاقة التخطيط علاقة التخطيط بالمستوات الإيه الإدارية كل ما طلحت الفوق بتزيد أهمية التخطيط كل ما نزلت التحت بتزيد أهمية بتقل أهمية التخطيط ماشي؟ بس سهل التخطيط ده وظيفة للإدارة أقول لي لأ هو موجود في كل الإدارات طيب كلام جميل قوي تعالي ناخد بقى دلوقتي حاجة اسمها محددات التخطيط حتة مهمة جدا 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 محددات التخطيط حتة مهمة بتيجي في الامتحانة على طول محددات التخطيط حتة مهمة يا شباب بتيجي في الامتحانة على طول اسمها محددات التخطيط يعني كلمة محددات التخطيط أنا محمد سعيد أنا راجل بخطط بزمتك كده وأنا بخطط هل الدنيا وردي؟ هل الدنيا جميلة؟ ولا بيقابلني معوقات أكيد بيقابلني معوقات ممكن محمد سعيد ده أصلا ما يبقى الشاطر وهو بيخطط ممكن محمد سعيد ده ماله مش شاطر مهارة الإدارة بتختلف وأنا بخطط الظروف البيئية دلوقتي عندنا أزمة كورونا عندنا مثلا سعر الدولار سعر الدولار بقى راح السماء دلوقت بقى طاير بطيارة ملكة بجناحات وطاير هل يا جماعة لما أنا خطط كمحمد سعيد لما أجا خطط؟ هل الدنيا وردي؟ الدنيا جميلة؟ لا طبعا الدنيا صعبة فمن محددات التخطيط أو بنسمها كده قيود التخطيط الحاجة اللي بتحجمني وأنا بخطط قالك زي مثلا مهارة الإدارة واتجاهها ممكن الإدارة اللي بتخطط دي ما تكونش إدارة ماهرة برضو التوقيت الموارد والوقت المتاح وأنا بخطط ممكن يبقى الموارد اللي عندي موارد مش كتيرة أو لحاجة زي شركة مثلا عندها خمس ألات هي بتخطط وشطرة بس إيه عندها خمس ألات وعشر عمال مواردها محدودة فلما بتجي تخطط فيه محددات للتخطيط ده الوقت المتاح الوقت قليل برضو عندي حاجة اسمها ظروف البيئة البيئة الخارجية وأنا بخطط فيه حاجة اسمها أزمة كورونا فيه حاجة اسمها سعر الدولار الحاجات دي مؤذروف بإيه خارجية بتأثر عليها مش بمزاجة غصب عني بتأثر عليها إذن محددات التخطيط مهارة الإدارة واتجاهها الظروف الزروف البيئية كل الحاجات دي بتأثر علي وأنا بخطط طيب أنا عندي بعد كده حاجة اسمها مؤشرات فاعلية التخطيط مؤشرات فاعلية التخطيط مؤشرات فاعلية التخطيط إزاي أقول على التخطيط ده إنه تخطيط حلوة دي بنسمها مؤشرات فاعلية التخطيط إمتى أقول على التخطيط أنه تخطيط حلو فبنسمى كده فاعلية التخطيط قال لك من مؤشرات فاعلية التخطيط أن التخطيط ده بنسميه كده يؤسس على بيانات ومعلومات ولا ينفع لما محمد سعيد يجي يخطط ما يكونش عنده بيانات ومعلومات عن السوق وعن المنافسين يخطط كده من مزاجه من دماغه لا طبعا لازم محمد سعيد يكون عنده بيانات ومعلومات فمن مؤشرات فاعلية التخطيط أن يكون مبني على بيانات ومعلومات وأن التخطيط ده يكون مرن يقدر يتغير من وقت للتاني وأن التخطيط ده يكون شامل جميع أجزاء المنظمة وأن التخطيط ده يكون تخطيط بسيط يعني ما روحش أحط خطة مكالكعة أنا كأقدر عليا أحط خطة مكالكعة الناس اللي تحتميني في الإدارة الوسطى والإدارة المباشرة ما يعرفوش ينفزوها يا فرحاتي أما تحط خطة جهنمية خطيرة واللي تحتاج مش عارفيني ينفزوها فلازم التخطيط ده يكون تخطيط إيه؟ تخطيط بسيط يكون تخطيط بسيط وطبعا التخطيط عشان يكون تخطيط ناجح لازم يحقق الأهداف لازم يحقق الأهداف بتاعته ولا أنا حط التخطيط ما يحقق ليش الأهداف يا فرحاتي يبقى التخطيط يا جماعة لازم يكون مؤسس على بياناته ومعلومات لازم يكون مرن لازم يكون مرن يعني أقدر أغيره من وقت للتاني لازم يكون بسيط مش معقد يكون شامل جميع أجزاء المنظمة يكون قادر على تحقيق الأهداف خلاص يا شباب دول كده شوية حاجات كده في السريع وخد بالك محددات التخطيط دي إذا سمحت محددات التخطيط دي إذا سمحت دي بتجيب اسم تاني في الامتحان عشان الدكتور بيحب يجيبها في الامتحان محددات التخطيط بيطلق عليها كده بنقصين كده العوامل المؤسرة في التخطيط عشان لو جالك السؤال ده في الامتحان ومحلتهوش افتكر محمد سعيد إن محمد سعيد قالك بيجي في الامتحان كل سنة محددات التخطيط هي العوامل المؤسرة في التخطيط مش أنا قلت لك لما باجأ خطط الدنيا وردي ولا الدنيا جميلة لا ده أنا في حاجات بتقيدني بتحدد حريتي حاجات بتأثر فيي وأنا بخطط بتأثر فيي أصل الدنيا كده مش سداح مداح لا ده أنا عندي مهارة الإدارة عندي الموارد المتاحة ممكن ما يبقاش عندي موارد في المنظمة موارد قليلة الظروف البيئية اللي في السوق زي أزمة كورونا سعر الدولار الحاجات ده كلها بتأثر علي محددات بتحدد عملي التخطيط بتأثر علي وانا بخطط فلو جالك سؤال في الامتحان قالك محددات تخطيط هي العوامل المؤسرة في التخطيط صح زي ما نشوف في الأسئلة بعد شوية بإذن الله خلاص يا شباب طيب تعالوا ناخد بقى حاجة مهمة جدا 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 لا يخلو منها امتحان حاجة لا يخلو منها امتحان اسمها أنواع الخطط ودي أخر حاجة في الوحدة الوحدة مش طويلة الحمد للی الوحدة دي واحدة لذيذا مش طويلة أنواع الخطط أنا عند نوعين من الخطط نوعين من الخطط عندي حاجة اسمها خطط استراتيجية خطط استراتيجية وعندي خطط بسمها تخطيط الأداء تخطيط الأداء وتخطيط الأداء ده شباب بسميه تخطيط تيكتيكي تيكتيكي نركز في النوعين دول لا يخلوا منهم امتحان لا يخلوا منهم امتحان صلوا على النبي مش أنا عندي إقدارة عليا وإقدارة وسطة وإقدارة مباشرة مش أنا عندي ثلاث إقدارات إقدارة عليا وإقدارة وسطة وإقدارة مباشرة لما كلمك عن الإدارة العليا بتحط خطط قلنا خطط مالها طويلة ولا متوسط ولا قسرة الأجل قلت لك الإدارة العليا بتحط خطط طويلة الأجل خطط طويلة الأجل هو ده اسمه التخطيط الاستراتيجي فكلمة خطط استراتيجية بنسمها كده يتم بناءا عليه تحديد تحديد الاتجاه الرئيسي طويل الأجل يتم بناءا عليه تحديد الاتجاه الرئيسي طويل الأجل مهم جدا فالتخطيط الاستراتيجي هو تخطيط طويل الأجل طب تعالى تخطيط الأداء أو التخطيط التكتيكي بس قبل ما ناخد التخطيط التكتيكي هو التخطيط الاستراتيجي ده قلت لك من اللي بيحط تخطيط استراتيجي قلت لك بيقع أو بيشمل أو بيقع على مستوى الإدارة العليا هي اللي بتحط التخطيط الاستراتيجي يبقى الخطط الاستراتيجية بحدد الاتجاه الرئيسي طويل الأجل طب التخطيط الأداء بقى والتخطيط التكتيكي قال لك تفصل واحفظها بالاسم ده كده زي ما انا كتبها كده تفصل الخطط الاستراتيجية طويلة الأجل إلى خطط متوسطة وقصيرة الأجل إذن من اللي بيحط بقى الخطط دي بقى لو تخطيط الأداء قال لك الإدارة الوسطى والإدارة المباشرة وضحت الصورة كده يا شباب تحفظ لي بعد إذن سيادتك كلمة تفصل الخطط الاستراتيجية إلى خطط ايه مدوسطة وقصيرة الايه الأجل خلاص شباب فأي مشكلة في الكلام ده كلام سهل خالص اهو كلام سهل يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك بناء على الخطط الاستراتيجية فإنه تفصل الخطط طويلة الأجل إلى خطط متوسطة الأجل بناء على التخطيط الاستراتيجي غلط طبعا لأن التخطيط الاستراتيجي بكل الإدارة العليا لكن تخطيط الأداء هو اللي بيفتم فيه أو تفصل فيه الخطط الاستراتيجية طويلة الأجل إلى خطط متوسطة وقصيرة الايه الأجل هنحل أسئلة بعد ما خلص أحل أسئلة ما تيلوش مش هسيبكم مش هسيبكم النهاردة ما عنديش حاجة بعديكم يعني ممكن لو عدنا وطويلنا شوية مش مشكلة عندي أنا معاكم وبكرة أنا عندي محاضرة الساعة سبعة ترمي تاني والساعة تسعة أنتو فالساعة تسعة ده بكرة بإذن الله يعني ما عنديش حاجة بعديكم هنقعد للساعة 12 بالليل وحدة بالليل زي ما أنتو عايزين بكرة بإذن الله نبدأ الساعة تسعة نخلص إلى مال النهاية بقى زي ما هنعمل إن شاء الله فأنا بكرة نحط الترمي تاني قابلكم بكرة حطهم الساعة سبعة عشان أبدأ معاهم أدوهم ساعتين ولا ساعة ونص وبعد كده حطكم إنتو الساعة كام تسعة بحيث ما يبقاش ورايا حد ما يبقاش ورايا موعيد بكرة فنقعد براحتنا إن شاء الله وارجع أقول لكم أرجع أقول لكم بإذن الله امتياز في المادة دي بشرط تركز معايا اسألوا زي ما يلكم اللي في ترمي تاني الترمي ده كانوا حاضرين معايا برضو محاضرة لايف زي كده الترمي اللي فكت على الفيسبوك كان فيها ستمية وخمسين طالب إنتو دفعوكم قليلة خالص يعني دفعوكم مش كبيرة ترمي اللي فات ترمي تاني ترمي أول كانوا حاضرين معايا في اللايف ما كنتش عارفة عاملة على الزوم كان معايا ستمية وخمسين طالب بسم الله ما شاء الله تقريبا تسعة وتسعين في المية منهم جاب امتياز وجايت جدا تسعة وتسعين في المية وفي واحد في المية سقط خدوا بالكم ليه بقى؟ ناس ما بتذكرش ناس قاعدة معايا دلوقتي كده معيني بديك الامتحانة والله ده الامتحان قصة أنا حفظ الامتحانات وبتدخل الامتحان بتلاقي اللي أنا بتدولك ده بالنص بس تلاقي واحد بقى قاعد بيلعب في ودانه واحد قاعد بيتفرج على التلفزيون وبيسمع المحاضرة واحد قاعد بيأكل وبيسمع المحاضرة ما انت طبيعي ما تستوعبش أبو بلين كداب وأبو تلاتة منافق أبو بلين كداب وأبو تلاتة منافق تركز معايا هنا امتحانك بعد بكرة يبقى التخطيط الاستراتيجي بقول كده بيتحدد فين اتجاه الرئيسي طويل الأجل بيحط الأدارة لعليا لكن تخطيط الأداء بكرة محاضرة الساعة تسعة شباب وبس بقى عشان مش عايزين بقى الناس تكتم كتير عشيات عشان الناس تركز تخطيط الأداء تخطيط الأداء بنسمي كده تفصل لازم تحفظل الكلمة دي أبو سأيدك أهي الكلمة دي تفصل الخطط الاستراتيجية طويلة الأجل إلى خطط قصورية الأجل ده اسمه تخطيط الأداء تفصل حفظل الكلمة بتاع تفصل دي بيجيلك بنفس النص جده في الامتحان طيب تعالوا لاخد بقى حاجة مهمة جدا برضو تابعة التخطيط ده حاجة مهمة جدا دكتور بيحب يجيبها كل سنة حاجة اسمها مرتكزات التخطيط مرتكزات التخطيط هام جدا يا طرى التخطيط ده بيركز على إيه بنسميك ده مرتكزات التخطيط قالك علشان يكون عندي تخطيط والتخطيط بيركز على حاجة معينة فبيقولك لازم يكون عندي حاجة اسمها قعدة بيانات لازم يكون عندي حاجة اسمها قعدة بيانات داتا أشتغل على أساسها ومرة أنا أخطط إزاي حتى لسه واخدنا من شوية مؤشرات فعالية التخطيط يؤسس على بيانات ومعلومات لما خدنا مؤشرات فعالية التخطيط فهنا بقولك مرتكزات التخطيط يعني مرتكزات التخطيط إن التخطيط يركز على حاجة اسمها قعدة بيانات وحاجة اسمها تقييم ومراجعة الموقف طول ما أنا بخطط طول ما أنا برجع على الموقف بتاعي أنا وصلت لحد فين إيه اللي أنا وصلت له تمام؟ فمراجعة إيه؟ الموقف وحاجة اسمها رسم الإستراتيجيات هي دي اللي جاء في الامتحان دي يعني كلمة رسم إستراتيجيات قال لك يعد رسم الإستراتيجيات يعد رسم الإستراتيجيات من ألف محددات التخطيط ب مؤشرات فعالية التخطيط جيم مرتكزات التخطيط ها نختار يا شباب ألف ولا بي ولا جيم بقول لك يعد رسم الإستراتيجيات سين يعد رسم الإستراتيجيات من من إيه بقى محددات التخطيط ولا مؤشرات فعالية التخطيط ولا مرتكزات التخطيط مرتكزات التخطيط أهو لسه بقول لك مرتكزات تخطيط قاعدة بيانات تقييم ومراجعة الموقف رسم الإستراتيجيات رسم الإستراتيجيات والإستراتيجيات دي بنسمها كده هي التي تحدد أسلوب الإدارة في العمل بتحدد أسلوب الإدارة فين؟ في العمل خلاصة شباب ناخد بقى آخر حاجة في الوحدة دي عشان نقول لكم الوثانون طيبين على الوحدة ناخد آخر حاجة نخطب بقى كده لوحدة والدكتور بيجيبها في الامتحان برضو على طول دكتور أيمن بيجيبها في الامتحان على طول حاجة اسمها أنواع الأهداف عندي ثلاث أنواع سهلين جدا عندي حاجة اسمها الهدف العام للمنظمة وحاجة اسمها الهدف الوسيط وحاجة اسمها الهدف الدقيق دكتور بيحب يجيبهم في الامتحان على طول هدف عام هدف وسيط هدف دقيق عاوزين نعرف كلمة سر كلمة سر لو جدت في الامتحان أختار عام ولا وسيط ولا دقيق كلمة سر الهدف العام الهدف العام بنسمي كده هو الغرض من وجود المنظمة يبقى الهدف العام بتاع الشركة هو الغرض اللي المنظمة عملت علشانه علشان كده سميته هدف عام الغرض طب الهدف الوسيط طالما هدف وسيط فهنسمي كده هدف فرعي هدف فرعي تقوم على تحقيق جزء من المنظمة يقوم على تحقيقه جزء من المنظمة بس أنا عايزك تحفظ لي بس كلمة ايه وسيط يعني كلمة فرعي بيقوم على تحقيقه ايه جزء من المنظمة ده الهدف العام الكبير بعد كده الهدف الكبير ده العام ده بيندرج منه اهداف فرعية صغيرة بعد كده الهدف الدقيق الهدف الدقيق ده بنسميه كده الهدف الاصغر الهدف الاصغر في مسلس الاهداف يبقى اسمه الهدف ليه يا شباب الهدف الاصغر خلاص يا جماعة يبقى انا كده عرفت ان انا عندي حاجة اسمه الهدف العام اللي هو غرض الشركة اللي اتعاملت علشانه الهدف الوسيط بسميه هدف فرعي الهدف الدقيق بسميه هدف أصغر حتى دقيق أصغر عام غرض المنشأة بشكل كامل وسيط فرعي في أي مشكلة في كلام ده هيجع لها سؤال في الامتحان إن شاء الله كل سنة لازم يجب عليهم سؤال في الامتحان نحل بقى سئلة يا شباب بس قبل ما حل لها سئلة هقول لك كده إيه إحنا خدنا إيه في الوحدة يا شباب خدنا إيه في الوحدة خدنا إن التخطيط ده هو الوظيفة الأولى للمدير وخدنا إن التخطيط ده بيجيب على ماذا ولماذا وكيف ومتى وأين لكن السؤال من للتنظيم اللي هناخده بعد شوية هل التخطيط ده أحد الإفرازات الحديثة لأ ده قديم هل هو وليد من مدرسة التقليدية يعني جديد لأ ده قديم جدا يعد التخطيط وظيفة فريدة للإدارة العليا غلط هو مش وظيفة الادارة عليا ده كل الادارات بتخطط تمام التخطيط يعتبر وظيفة حتمية لاغنى عنها في اي شركة مهما كانت الشركة دي تمام بعد كده خدنا حاجة اسمها علاقة علاقة التخطيط بالمستويات الادارية علاقة التخطيط بالايه بالمستويات الادارية ان انا كلما طلحت الفوق بيزيد التخطيط وكل ما نزلت التحت بتقل بتقل اهمية التخطيط خلاص الشباب الادارة العليا بتحط خطة طويلة الاجل وبتركز على العموميات الادارة المباشرة بتحط خطة قصيرة الاجل وبتركز على التفاصيل خدنا برضو حاجة اسمها محددات التخطيط وقلت كلمة محددات التخطيط دي هام نفخ هام نفخ محددات التخطيط بنسمها كده العوامل المؤسرة في التخطيط لازم تربط بين كلمة محددات وكلمة عوامل مؤسرة حفاظهم كده زي ايه مهارة الادارة الموارد المتاحة ظروف البيئة لما اجع حدد التخطيط في حاجة بتخذنا حد التخطيط او بتأثر علي مهارتي وانا بخطط الموارد المتاحة ايه؟ الظروف البيئية ايه؟ طب مؤشرات فاعلية التخطيط من اسمها كده؟ مؤشرات فاعلية التخطيط. يعني ايه بتقول على التخطيط انه حلو لو كان مبني على معلومات. لو كان مرن. لو كان شامل. لو كان بسيط. طيب. انواع الخطط قلت عندي نوعين. خطط استراتيجية دي بتحدد الاتجاه الرئيسي طويل الأجل. وخطط أداء تفصل الخطط الطويلة دي إلى خطط مدوسط وقسرة الأجل. طيب. بعد كده خدت مرتكزات التخطيط وقلت عليا مهمة جدا. هם نفخ. اسمها مرتكزات التخطيط. قلت التخطيط بيركز على قاعدة بيانات تقييم ومراجعة الموقف. يهمني رسم الاستراتيجيات. آه رسم الاستراتيجيات. رسم الاستراتيجيات ده يععد من مرتكزات التخطيط. رسم الاستراتيجيات يعد من مرتكزات التخطيط. خلاص شباب؟ آخر حاجة خط colabor لها. هدافها عام. يعني غرض الشركة. وسيط فرعي دقيق يعني اصغر. ندخل بقى لأسئلة. افتحوا كده الملزمة معايا. كل الناس معايا الملزمة. بسم الله. صفحة كامية يا شباب? صفحة تلاتة وعشرين. تلاتة وعشرين. تلاتة وعشرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك تهدف الخطط الاستراتيجية الى انتهاز الفرص المتاحة امام المنزمة. ده السؤال على ها مش كده ملوش اي ستين لازمة? يعني انا ما اتطرقتش ليه لانا سؤال عبيت يعني? تهدف الخطط الاستراتيجية اللي هي طورة الاجل? الى انتهاز الفرص المتاحة امام الايه? امام المنزمة. طبعا السؤال ده صح. مش محتاج يعني. ما انتم مش هتشوفوا ومش هتبين. ما تفتحوها من على الموبايل يا جماعة. فتحوها من على الموبايل. طب بصوا اه هعمل لها شير طيب هعمل لها شير. نعمل لها شير. ومش مهم المنزمات طبعا الكلام ده غلط. تخطيط مهم لكل المنزمات. ايا كان نوع المنزمة. طيب. سؤال رقم اربعة. يرى البعض ان وظيفة التخطيط ما هي الا مدخل لادارة ماضي وحاضر المنزمة. انا قلت لكم التخطيط ده بيسعى الى ايه? وضع اهداف مستقبلية. حاجات مستقبلية. هدير الماضي ازاي? بزمتك كده? ده انا بحط خطط مستقبلية ولا خطط للماضي. ده انا بحط خطط مستقبلية. وبالتالي ارى البعض ان وظيفة التخطيط ما هي الا مدخل لادارة. الماضي? ماضي وحاضر المنزمة? طبعا غلط. وما لانا بدير يا شباب? بدير المستقبل. التخطيط يعني مستقبل لا. مش الماضي ولا الحاضر. خمسة. تهدي في الخطة الاستراتيجية الانتهاز بطرش عندي لما بيكون فتح السكرين ولا ايه? تهدف الخطة الاستراتيجية الانتهاز التهديدات. امام المنزمة وتحاش الفرص. ايه الغلط في السؤالين يا جماعة؟ هوانا التخطيط ده يا جماعة بيسعى الى انتهاز الفرص. ارجع للسؤال رقم واحد كده في الاسئلة. شافين رقم وعنẹ? تهدف الخطة الاستراتيجية الانتهاز الفرص المتاحة. لكن السؤال رقم خمسة التخطيط بيسعى الى او يهدف الى انتهاز التهديدات. يعني أنا هدور على التهديدات واخدها كلام مش منطقي أميلا أنا بحاول أن تازمين الفرص ستة لا يختلف الوقت المستغرق في التخطيط باختلاف المستوى الإداري يعني التخطيط في المستوى الإداري العليا زي الوسطى زي المباشرة طبعا الكلام ده إيه غلط التخطيط بيختلف من مستوى إداري الآخر لكن هو موجود في الثلاث مستويات موجود في الثلاث مستويات لكن بيختلف ولا واحد يعني الإدارة العليا بتهتم بالتخطيط زي الإدارة الوسطى زي الإدارة المباشرة لا يبقى السؤال لا يختلف الوقت المستغرق في التخطيط باختلاف المستوى الإداري طبعا الكلام ده إيه غلط ده بيختلف سبعة التخطيط يعد وظيفة فريدة للإدارة العليا في المنظمة طبعا الكلام ده برضو إيه غلط هو التخطيط مش وظيفة فريدة مش الإدارة العليا بس يلا بتخطط سؤال رقم تمانية أهمية التخطيط في المنظمات تنخفض عام بعد آخر طبعاً الكلام ده مش منطقي التخطيط بتزيد أهميته عام بعد آخر مش بتنخفض سؤال تسعة لا تختلف طبيعة التخطيط في مختلف المستوات الإدارية ما بتختلفش هل التخطيط ما بيختلفش في كل المستوات يا جماعة قلت لكم لا طبعاً بيختلف هو موجود في الأربع مستوات في تلات مستوات لكن بيختلف زي السؤال رقم 6 بالزبط ايه لي كيحكي ده السؤال رقم 6 بقولك لا يختلف الوقت المستوات في التخطيط باختلاف المستوات الإدارية طبعاً غلق ده بيختلف كل إقدارة بتهتمل بالتخطيط بشكل مختلف سؤال رقم 9 نفس الكلام لا تختلف طبيعة التخطيط في مختلف المستوات الإدارية لا طبعاً بتختلف الإقدارة أولي بتهتمل بالتخطيط جداً ثم المستق ثم المباشرة سؤال رقم 10 بمكتدى تخطيط الأداء بمقتضى تخطيط الأداء يتم تحديد الاتجاه الرئيسي طويل الأجل طبعاً السؤال ده غلط أنا ما قلت لكش تخطيط الأداء وما قلت لك إيه بمقتضى تخطيط الاستراتيجي يتم تحديد الاتجاه الرئيسي طويل الأجل السؤال ده مهم جداً جايلكوا السندة إن شاء الله يبقى السؤال رقم عشرة بقولك بمقتضى تخطيط الأداء يتم تحديد الاتجاه الرئيسي طويل الأجل غلط وما لقى إيه بمقتدى التخطيط الاستراتيجي يتم تحت الاتجاهة الرئيس طويل الأجل سؤال رقم 11 تعد خطة الأداء نوع من أنواع التخطيط الاستراتيجي طبعاً الكلام ده صح لأنني قلت لك التخطيط الاستراتيجي تخطيط طويل الأجل بعد كده تخطيط الأداء بمسك بقى الخطة طويلة الأجل دي بقسمها الخطة متوسطة وقصرة الأجل سؤال رقم 12 جاء مفهوم الجودة الكلية كأسلوب سيبوكم السؤال ده ده السؤال الدكتور عبد الحميد أبو ناعم سيبوكم منه بس ابقى تيروا انتم بايتوا الأسلة دي كلها سلة دكتور عبد الحميد أبو ناعم فكك منها نخش على سلة اختيارات بقى سلة اختيارات نمسي كده سلة اختيارات أول سؤال بقولك وظيفة نقط تساعد المنظمة على التعامل مع حالة عدم التأكد من المستقبل هو أنا قلت لك من اللي بيتعامل مع المستقبل يا شباب التخطيط ولا التنظيم ولا التوجيه ولا الرقابة طالما تنبؤ بالمستقبل يبقى تخطيط طالما تنبؤ بالمستقبل يبقى ايه؟ يبقى تخطيط طالما قالك بقى ترتيب تنسيق مسئولية سلطة يبقى تنظيم سؤال رقم اتنين مدى وضوح وبساطة الخطة وضوح وبساطة الخطة تعبر تعتبر من ضمن عوامل جدوى التخطيط ولا محددات التخطيط ولا مؤشرات فعالية التخطيط ولا خطوات التخطيط فكريين لما شرحناه قلت لك مؤشرات فعالية التخطيط عشان اقول عليه انه حلو لازم يكون مرن لازم يكون بسيط لازم يكون قائم على معلومات لازم يكون شامل لازم يحاق الاهداف هو ده اسمه ايه؟ مؤشرات فعالية التخطيط مدى وضوح وبساطة الخطة طيب السؤال رقم 3 هو الهدف الأصغر في مسلس هرم الأهداف الهدف الأصغر يبقى الهدف العام ولا الوسيط ولا الدقيق الهدف الأصغر ده هو الهدف الدقيق طيب رقم 4 محددات التخطيط هي خطوات التخطيط ولا جدوى التخطيط ولا العوامل المؤسرة في التخطيط قلت محددات التخطيط لما شرحت لك قلت لها خد بالك محددات التخطيط بنسميها العوامل المؤسرة في التخطيط طيب سؤال رقم خمسة مهارة الإدارة واتجاهها مهارة الإدارة واتجاهها يعد أحد عوامل جدوى التخطيط ولا أحد العوامل المؤسرة في التخطيط ولا أحد مراحل التخطيط ولا أحد تعرفات التخطيط مش أنا قلتلك العوامل اللي بتأثر في التخطيط زي مهارة الإدارة زي الموارد المتاحة والوقت المتاح مش انا قلت لك دي العوامل المواصرة في التخطيط يا شباب قلت لك مهارة المدير او مهارة الادارة وقلت لك الموارد المتاحة والوقت وقلت لك البيئة قلت لك دي كلها بنسمها ايه بنسمها عوامل بتأثر في التخطيط صور رقم ستة ليس من بين مؤشرات الحكم على فعالية التخطيط يعني اللي انا هقوله ده مش من مؤشرات فعالية التخطيط دور عالكلمة الشزة لما يجي لك يقولك ليس منها لما يقولك ليس منها دور عالكلمة الايه الشزة الف شموليت التخطيط شموليت التخطيط به مورنت التخطيط الاتنين در زي بعض شموليت ومرونت ده الالتزام بالمراجعة المستمرة التلاتة زي بعض ايه الشزة فيهم غموض الخطة يبقى انت لما يجي لك سؤال في الامتحان بتاع ليس منها لانا السؤال ده بي لغبط ناس كتير قوي لما يجي لك سؤال في المتحدة يقول لك ليس منها دايما تعمل ايه تدور على الكلمة الشزة ليس منها ليس من بينها ما عدا طيب سبعة التخطيط في المستوىات الإدارية الدنيا اللي في الإدارة المباشرة يعني يهتم بالمستقبل البعيد ولا المتوسط ولا المستقبل القريب طبعا في الإدارة الدنيا يبقى بيهتم بالمستقبل القريب رسم الاستراتيجيات قلتلكوا على مهمة جدا رسم الاستراتيجيات يعتبر من عوامل جدوى التخطيط ولا مرتكزات التخطيط ولا مؤشرات فعالي التخطيط ولا تعريفات التخطيط أنا قلتلك رسم الاستراتيجيات يعد من مرتكزات التخطيط تسعة هو هدف فرعي يتحقق على مستوى جزء من المنظمة الهدف الفرعي هو ايه؟ هدف العام ولا هدف الوسيط ولا هدف الدقيق لا ده أنا قلت لك هدف فرعي يبقى هدف وسيط يختلط مفهوم التخطيط في زهن البعض مفهيم أخرى زي اتخاذ الكرارات في نازل تقول على التخطيط أنه اتخاذ الكرارات آخر حاجة يا شباب تتضمن عملية نقط مجموعة من الخطط الفرعية على مستوى وحدات المنظمة إيه اللي بيحتوي على الخط الفرعية؟ التخطيط السراتيجي ولا تخطيط الأداء؟ طبعا تخطيط الأداء هو اللي بيتكون من خطط فرعية زي ما قلت لك كده تفصل الخطط طويلة الأجل إلى خطط ايه؟ متوسط الأجل وقصيرة الأجل فيه أي مشكلة يا شباب في الكلام ده؟ بتاقي الكلام بسيط وسهل خالص؟ محتاج منك بس ايه؟ شوية تركيز؟ مع العلم احنا بتقيل بالوحدات الصعبة بتقيل بالوحدات التقيلة